السلام عليكم إخوتي وأحبتي في الله أدلكم على وصفة سحرية والله إنها سحرية للغاية في تحويلكم إلى أثرياء إذا كنتم اليوم أثرياء فستصبحوا أثرياء أكثر وأكثر وإذا كنتم أقوياء أو ضعفاء فستصبحوا أقوياء وأكثر قوة وأنا أعيدكم وستصبحوا ممن يحبهم الله كما بيّن ذلك الكثير من الأحاديث الشريفة النبوية والكثير من آيات القرآن الوصفة السحرية وأنا أضمن لكم والله رب العالمين بيشهد أماني وقد أثبتت هذه النصيحة أثرها الإيجابي والفعال والواضح والكبير جدا على الكثير من الأمم والأحزاب والكثير من الأخوة المتحابين ما هي الوصفة السحرية بعد أن نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نسرد عليكم هذه الوصفة السحرية صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسونا من الإعجاب اللايك والسبسكرايب جزاكم الله خير عملوا بليز لايك سبسكرايب حتى نعطيكم الوصفة السحرية للثراء والقوة والنصر والنجاح في الدنيا والنجاح والتفوق في الآخرة بإذن الله عملتوا لايك جزاكم الله خير تعالوا نعطيكم الوصفة السحرية الكل اللي بيعرف أول نصيحة هي أن تحابت تحابوا ولا تفرقوا وفي الأحاديث أحد الأحاديث كلنا بنعرفوا أنه أحد الأشخاص اللي الله بيظلهم يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظله إلا ظله اتنين متحابين اجتمعوا في الله وافترقوا في الله إذن المحبة الأخوية في الله وفي الإنسانية هي ما يضمن لك الدخول في الجنة نحن بدنا نحب بعضنا من غير قيود ومن غير شروط أنا بعرف أنه أحيانا الناس اللي بتحقد على غيرها أو بتحقد على أخواتها أو على ناس بيشوفون أفضل منهم صعب كثير يحبوهم وأنا يعني مريت بهيك حالات بعرف كثير ناس يعني شافوني أنا أحسن منهم متفوق عليهم في مجالات كثير وما كانت في فلوريدا الله أعطاني البيت وثراء يعني الله أعطاني الله من علي صار في حق أحقاد كثير والأحقاد هي اللي خربت ليبيتي بفلوريدا أحد الأمور هاللي أثرت في تخريب حياتي وطلاقي هي الأحقاد حتى من عائلتي أنا من أسرتي وعائلتي ومن جاليتي بفلوريدا لها ضلع كبير جدا 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 في طلاقي أنا متأكد والله العظيم لن يسامح الله هؤلاء الحاقدين هني هني تسبب أو كانوا احد يعني كان لهم يد في الطلاق وفي خربان البيوت يعني ما بنى نذكر للأخلاس عفى الله عما مضى إذن المحبة في الله المحبة الأخوية وللأسف الشديد أنا أنا أنبه إخوتي هل بيعتوا خطة بالعرب أنبه إخوتي لعرب المسلمين في مساجد المسلمين العرب في أمريكا وكندا لأن هذول هلي بيعطونا محاضرات دينية أنا ما لي شيخ أنا ما لي إمام أنا ما لي خطيب ولكن أنا عم بعمل هل أنا كمهندس كهرباء يعني أدافع وأنهض بأمتنا العربية والإسلامية وأدافع عن حقوق الإنسان لأن هذا أنا بعتبره الجزء لا يتجزأ من مهمتي ويعني وتخصصي كمهندس كمهندس بشكل عام أنه إنشر المحبة وساعد في حل المشاكل للناس التي تعموا التي انتشرت في أسرنا وفي جالياتنا خاصة في شمال الأمريكا إذن الوصفة السحرية الأولى هي تحابوا في الله تحابوا سلموا على بعضكم أفشوا السلام بينكم الوصفة التانية عملتوا لايك وسبسكرايب روحوا عملوا لايك وسبسكرايب يلا يلا لأشوف يلا أحبابي طيب جزاكم الله خير الوصفة السحرية التانية كمان منعرفها ولكن أنا أؤكد لكم أن لها ضلع كبير جدا في تفوقكم والله وثرائكم ونجاحكم وسمعتكم الطيبة لأن الغيبة والنميمة هي مرض اجتماعي خطير ينشر التفرقة وتقطيع الأواصل وتخريب العلاقات الاجتماعية لحتى هل هنا عم ينشروا الغيبة والنميمة هنا نفسه أول شيء سينالوا عقابا من الله العقاب أليم العقاب لحيطول أولاد بناتهم وصبيانهم وسيطولهم وسيطول نساءهم وسيطول كل من يستمع إليهم لذلك أخوتي وأحبتي أحذركم تحذيرا شديدا من ممارسة المرض الاجتماعي الذي انتشر هذه الأيام في شمال أمريكا كندا وخاصة في مساجد العرب المسلمين للأسف الشديد خاصة في مساجد العرب وفي جالياتنا العربية في أمريكا وكندا الغيبة والنميمة اسمعوا ماذا قال الله ماذا قال الله عز وجل في سورة الحجرات آية رقم 12 يا أيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم إذن هذا أمر قرآني وهناك أوامر كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة أن نتجنب عصيان رب العالمين لأنه رب العالمين قال وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا وليس لتتقاتلوا وتتناحروا وتتباغضوا وتتحاسدوا يعني لذلك إخوتي وأحبتي أنا بعرف في إسرتي أنا في إسرتي أنا بيتي في إسرتي يعني انتشر بين إخوتي وأفراد جاليتي وأقاربي الغيبة والنميمة بشكل رهيب لحتى أنه عم تحدث تخريبات فظيعة مو بس بالعائب على الصعيد العائلي وإنما على الصعيد الأسري والصعيد المجتمع بشكل عام في أمريكا وكندا عم تعمل تخريب رهيب عم يصير في طلاع عم يصير في الأولاد عم ينخرب بيوتهم الأولاد هدهو المحرم ليش حتى الأحقاد بسبب الأحقاد واحد بيحقد على التاني لأن الله عطاه مصاري أكتر أو الله عطاه علم أو الله عطاه طول أو عطاه جمال وعطاه قدر على المحادثة والكلام وعطاه يعني عطاه شخصية قوية الحمد لله ولا نزكي عن الله أحد فمو حرام نحن نروح نطعن بهالأشخاص العظماء هدول هلي الله هلي الله يعني عطاه ميزهن عن غيرهم بتفوقهم وقوتهم وعلمهم ونورانيتهم وأخلاقهم للعالي والرفيعة مو حرام نروح نخرب بيوتهم لأنه محسن نصير مثلهم حرام والله اتقوا الله ما بيجوز نروح نسبب لهم طلاع وخربان بيوت وتفرقة الأولاد يعني هاد هلي بيخرب بيوت الناس والحانم والله لن ينجو من عقاب الله لا في الدن ولا في الآخرة وهلي بيفكر حاله أنه زكي حسن يطلق واحد من مرته أو حسن يبعد الزوجة عن زوجها أو يفرق أولاد عن أبو أمه لن يلومن إلا نفسه والله لن يسامحه الله لا في الدن والآخرة ولكن إن تجنبنا الغيبة والنميمة والتحاسد والتباغض والأحقاد يا أخي تركوا هالأحقاد انتقوا الله إذا واحد يعني شايف حاله أنه غيره أو أخوه أو أبن جاره أو أبن خالته أو أبن عمه أحسن منه يقول الله يبارك له ما يقول والله اللي بدي أخرب بيته والله اللي خليه طلق مرته والله حتى خليه يخسر بيته والله حتى طلعه من أمريكا أنا سمعتها بإذني في ناس سبحان الله ولأوا بيشتغلوا بالمساجد بيحلفوا أنه والله لأخرب بيتك عرفش ليش لأن الله أعطاه الله أعطاه أكتر منه وهدول هدول بيعطونا محاضرات بالمساجد على الفكرة يعني توقفو كامل عن الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة رب العالمين مثل ما وصفها في سورة الحجرات أن يحب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكرهتمو اتقوا الله اتقوا الله يا من تمارسون العادة الخبيثة عادة الحقد عادة الغيبة والنميمة توقفوا 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 عن الأحقاد توقفوا من الطباغل لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تجسسوا يعني أنا بعرف ناس بيتجسسوا علي لك بيحفروا طقار من الحيطان حتى والله يبقى قسم بالله حتى يشوفوني شو عم سايب البيت يعني بيحاولوا يوصلوا بالتليفون تبعي حتى يشوفوني مع مين عم يحكي بيحاولوا يفوتوا على حسابي بالبنك حتى يشوفوا شو عم بشتري لك انتو أخي شبتكم بهالشي هذا لك تركوني بحالي لك دخيل ربكم تركوني بحالي لك روحوا لتوهوا بحالكم يا أخي حاجة تتجسسوا علي حاجة تشوفوا أنا شو عم سايب وين عم روح لك حلوا عني دخيل ربكم حاجة أنا عم بطلب يعني لا تتجسسوا على حدا ولا تشوفوا تليفونات حدا ولا تراقبوا مكالمات وشبتكم في هالشغلات ما حدا وقلكم بهالشي حاجة تتحاسدوا حاجة تتباغضوا حاجة تتجسسوا على بعضكم اتقوا الله حاجة تغتابوا تنشروا الغيبة والنميمة هاي أمراض يعني اجتماعية وعقلية خطيرة للغاية جدا 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 إذا توقفتوا عنها وتساعدتم مع من تحقدون إذن أولا علينا أن ندرك أنه أنا بحقد مثلا على أخي فراس ليش لأنه أحسن مني بدأ الواحد يعمل يعني تحليل عكسي في أمريكا يقولون هلأ أروحوا اشتركوا وعملوا لايك قد يحاكي أحدكم نفسه وأنا والله سمعت من الأخ في رأس على اليوتيوب عم يقول أنه وصفة النجاح السحرية هي التوقف عن ممارسة الأمراض الاجتماعية من الغيبة والنميمة يسأل حاله طيب أنا هل أنا وقع به هل أنا عندي هالمراض ممكن العلاج بكل سهولة بس زر تيك تيك اون اوف يعني شغل شغل أوقف التشغيل كيف يسأل حاله أخي الواحد هل أنا بحقد على أحمد أو محمد أو فراس أو أو فلان أو علان إذا قال لا صدق بدي يكون صادق معناتها إن شاء الله أنت أمين معناتها روح تآخي يعني تآخي أنت والناس هل هل ممكن يكونوا أخوة صادقين وناصحين ومرشدين لك بيسأل طيب هل أنا عندي حقد للآخرين والله يمكن يمكن يسأل حاله فقد يقول والله يمكن أنا بحقد على فلان على أحمد أو على فراس طيب طيب ليش أنا بحقد على فراس بيسأل حاله والله فراس كان متزوج ومبسوطه ومرته وكان وشاري لها سيارة جديدة وشاري لها بيت جديد ومعه مصاري وأنا مرت إلي متزوجة 16 سنة ولهلا معنا محسن اشتري لها سيارة ومستأجرين شقة وما شترينا بيت وكذا وكذا وأحوالنا تعباني وكذا فبدي أخرب بيته أنا حطيت برأسي بدي أخرب بيت فراس طيب ليش يعني بدال ما تخرب له بيته لفراس أخي روحه روح أنت وطور نفسك اتعلم شوف فراس شو ساوا درس هندسة وإنسان مجدهد ومخلص بيحب ومطيع لربه ويعني مخلص لجاليته ومخلص لشعبه ولوطنه ولقادة تبعه طيب أنا عندي هالإخلاص عندي هالعلوم هاي هالفراس عنده عندي هالنورانية عندي هالتقه هذا عندي المحبة والعلوم هالي بتأهلني أنه أكون مثل فراس ما عندي إذن بكل بساطة الواحد بيسعى بيشوف شو النقص اللي عنده بيملأ هالفجوات الناقصة اللي عيوب هاللي عنده بيصير أحسن من فراس مو مثل فراس وبالتالي ما بيصير الواحد يقول أنا والله بدي أخرب بيته لفراس لأنه أحسن ما بيجوز لما أنت بتشوف فراس أحسن منك بتقول يا رب بتزيد وتبارك بيأهله بزوجته بارك له بماله بسيارته بيته بارك له بابنه ما بتقول بدي أخرب والله خليه طلق من مرته والله لا أخرب بيته يعني ما بيجوز هالشي رب العالمين لعنت لعنت الله والله ستصيبه كل من تمنى الشغل غيره اتقوا الله في بعضكم البعض يا ناس يا عالم اتقوا الله في نسائكم في أولادكم في جالياتكم اتقوا اتقوا الله في أنفسكم إذن عليكم بإملاء الفراغات الداهل في جوادكم هلي خلتكن تصيروا ناقصين وتصيروا أقل من فراس أو أحمد أو محمد أو ساعد أو إلخ إلخ لما تعبوا هالفجوات وتصيروا مثل فراس وأحمد يعني تبلغوا تبلغوا درجات النجاح والكفاءات العالية والهيبة والشخصية والقدر على التكلم والمحادثة والشكل الجميل لأنه والله العظيم الصدق والطيبة النفس بيعطي نورانيا للوجه بيعطيكم وجه نوراني لحتى الشباب بيحافظ على شبابكم شوفوا هل بيحقدوا على غيرهم بتلاقي كله الجلد الوج كله تجعيد 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 شوفوا أنا لأني بتعرفوا ليش محافظ على شبابي لأني أحبكم والله لحتى الحاقدين علي من إخواتي ومن من أبناء جاليتي السوريين خاصة وخاصة مدراء المساجد بفلوريدا لأسف شديد بيعطوكم محاضرات ولكن عندهم حقد مخيف يتمنوا لكم الشر لذلك أنا بحذركم إخوتي وأحبتي مو كل واحد صار مدير جامع مو كل واحد ربه لحية وصار عنده شوية مصاري وصار يعطي خطب بالجامع وصار عن حوالي شله معناته هذا إنسان يعني خلاص نثق نثق فيه ونعطيه المصداقية لأنه يعني الظاهر غير الباطن أنا عم لكم والله العظيم لأني أحبكم في الله أنا عم لكم من تجربة شخصية تجربة الشخصية الله بيشهد أنها تجربة حقيقية أنا أريد لكم الخير والصلاح إذن الوصفة السحرية للسراء والتفوق في الدنيا والتفوق في الآخرة والنصر على الأعضاء الوصفة السحرية للتفوق والنجاح والتحصيل للعلوم ويعني الجمع القدرات والهيبة جمع القدرات أنه أنت تصير عندك قدرات أنت بتتمناها أنه تمتلكها شو هي القدرات تصير مهندس مثلا ناجح مثلا تصير دكتور طبيب تصير محامي تصير مقاتل تصير طيارة واتفر عرفوا شلون يعني مقاتل تصير جندي مخلص لوطنك هذا شرف كله عرف شلون كله منيح لذلك أنت شوف شو هدفك شو تحب الحياة شو منيتك في الحياة دور على كل الأسباب والموارد هلي بتأهلك أنه تصير متفوق في هالمجال هذا اللي انت بتتمنى لنفسك واسعى وشتغل أنا والله العظيم أنا إلى الآن ما زلت مع أني متخرج من جامعة يعني عقود من الزمان إلى اليوم ما زلت بتعلم وبقرأ وعندي كتب بمارس لساعة ما زلت بمارس هندسة الإلكترون والعقول الإلكترونية والكهرباء وإلى أخي بدون توقف في البرمج وكذا ما تؤفت أنا بعمري اليوم لن أتوقف ولن أستغني عنكم ولن أتوقف عن حبكم لألكم أنتو ولن أتوقف عن حب كل من أراد لي الشر أو غير الخير لن أتوقف عن محبتكم والدليل أنه الفيديوهات اللي أنا عم حط وقت وجهد مشان الإصلاح الإصلاح هاللي مجتمعنا واقع فيه إصلاح المصائب هاللي مجتمعنا والكوارث هاللي مجتمعنا أنا أسرتي يصير فيها هيك ينتشر فيها الأحقاد والكراهيات والغيبة والنميمة أنا بعرف أنا يعني صرت بعمري صرت أعرف مباشرة والله العظيم من الإشارات النفسية من اللغة الجسد صرت أعرف بالضبط بين هاللي غتابني وشو قال ولمين قال وشو حكا كلها من نظرات الوجه صرت أعرف وشغلة سهلة كثير بنسبة للي بعمري كثير سهلة وحتى ناس قالوا لي فلان وفلان من عائلتك ومن أقارب وكذا يأتي لعندي ويقولوا لي أنت لهم أنا بعرف أنا بعرف أحيانا الأصهر يغارون منك لأن تاريخ خاصة تاريخ الطفولة كان أحسن من طفولتهم مثلا فبيكون عندهم أحقاد رهيبة أحقاد يعني مرعبة نحن ما بنا نصل إذا أنا إذا أنت أو أنا شفنا واحد كان مبسوط في حياته أكتر مننا ومعه الله أعطاه أكتر مننا سواء علم مال أو هيبة شخصية وطول وجمال وقدر على الكلام والعبقرية ما نحقد عليه ونتمنى لإله الشر ونتوعد أنه نخرب بيته لا نحن نقول ما شاء الله بارك في الله في فلان في أحمد الله يبارك في فراز الله يبارك في علمه الله يبارك في سعد الله يبارك في عمره الله يبارك له بمرته الله يبارك له بيماله الله يزيده يا رب يزيده ثراء ويزيده سعادة ويزيده قوة هاي هي هاد الدعاء لما انت بتكون اقل منه وبتدعي لها اللي احسن منك بها الدعاء والله ثم والله ثم والله ان الله سيزيدك سراء اقسم بالله الله هيزيدك هيبة وسيزيدك قوة وسيزيدك يعني قدرة على الفصاحة ويعني جلب كل القدرات اللي انت تتمناها لنفسك شو بدك تكون عضلانجي تلعب كارتي جوده انا بلعب كارتي وجوده على الفكرة يعني من زمان كنت تلعب شلون شو بتتمنى لنفسك تصير قوي تبني عضلات تصير تحمل براد بنفسك او تقرأ كل سنة مئة كتاب مثلا او تاخد كورسات وصير عقلك هي عبارة عن موسوعة تمشي على قدمين نعم في ناس موسوعة تمشي على قدمين الله عطاهم العلم فلما انت بتدعي الله بالخير لغيرك هلي احسن منك ثق تماما انه بتصير العلاقات الاجتماعية قوية جدا ويخف الطلاق ويخف الطلاق ويخف خربان لبيوت ويخف تفرقة الاولاد يعني عزل الاولاد عن ابائهم وامهاتهم ويخف الفقر ويخف المصايب وتخف يعني الخيانات لما الناس بصيروا بيحبوا بعضهم وبتنعدم الطلاق بين عدم والفقر بين عدم وخربان البيوت يتوقف الناس كلها بصيروا بتحب بعضها وبصير في تضامن ساعتها العدو بيعرف انه نحن مالنا قلال بصير بيعطينا بصير بيصير بصير لنا قدر وقيمة قدام عداءنا وهابة بصير الناس هي بتيجي لعنا حتى تتعلم مننا شلون بينينا هالعلاقات من الحب والود والعظمة هاللي هاي كلها من نورانيات رب العالمين هاللي الله عطانا ياها ساعتها هون هاي الوصفة السحرية بدال ما ندعي على الناس اللي هين أحسن منا وننشر يعني نمارس عادة الغيبة والنميمة وندعي على الناس انه الله يخرب بيتهم لانه أحسن منا او الله عطاهم أحسن لأكتر منا بدال ما ندعي عليهم في خربان البيوت ندعي لهم الله يزيدهم نبارك لهم الله يعطيهم و الله يسعدهم في الدنيا والآخرة وان شاء الله يعني الله يجعلنا من أمثالهم عشو الله لما أنت بتدعي بنية طيبة وبصدق ويعني بنقاء القلب بدال ما ننشر الأكاذيب عن الناس عن فراس وعن فلان وعلتان بدال ما ننشر عنهم الأكاذيب ندعي لهم الله يزيدهم نبارك لهم والله العظيم وثم والله ثم والله هون ساعتها الله يعطيك أكتر من فراس هون ساعتها الله بيغنيك ويمكن يبعط لك أربع زوجات هو نوز يعني يعني نحن ما دخلنا لنقوم نصير مشاكل لا على كل حال يعني تذكروا أنه وصفات الوصفة السحرية المضمونة والله ثم والله أنها وصفة سحرية مضمونة أن تتمنوا الخير لبعضكم البعض وأن تتعارفوا وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تمنوا الخير لبعضكم توقفوا وأنا بعرف هلأ أول ما نزل هالفيديو على اليوتيوب أنا لسا ما نزلته في واحد أنا بعرفه من عائلتي أنا أول ما يشوفه رأسه عنده 27 إيميل بحساب على اليوتيوب أول ما يشوفه رأسه بيبعد فيه تقرير لليوتيوب لا أرسل لا أرسل كذا 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 يروح بإيميل من الألغوريثم وبالتالي هلأ شوفوا الفيديوهات في إلي فيديوهات كثير على اليوتيوب أنا بعرف الشخص بإسمه يعني بإستحي يعني بإستحي أقول اسمه يعني يعني أول ما يشوف هالفيديوهات رأسه من أول حاطة إشعار أول ما يصلوا إشعار إنه في رأس نزل في فيديو على اليوتيوب فورا بيشتكي لليوتيوب إنه أنا I didn't like it it doesn't make sense it has فيه أغلاط فيه عيوب كذا واليوتيوب ما عندهم ما بيعرفوا أنا عن شو عم بحكي ما بيعرفوا الكلمات العربية اللي أنا بستخدم وما بيعرفوا سياق الكلام حتى يفهموا معاني المزبوطة الدقيقة لذلك هنا بيسمعوا الأحمق الغبي هذا من عائلتي ورأسا بيعملوا له دي ريتينج للفيديو تبعي يعني بيقيموا من اليوتيوب وبالتالي حتى ما حدا يشوفه وحتى ما حدا يعملوا like و subscribe أنا عم بطلب منك أنت يا طا توقف اتق الله في نفسك توقف عن يعني توقف عن دس السم في عقول أولادكم توقفوا عن دس السم في عقول الناس والأقارب والأبناء الجالي اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في جاليتنا اتقوا الله في عائلاتنا وأسرنا اتقوا الله في شعوبنا وأوطاننا اتقوا الله اتقوا الله الله العظيم أقسم لكم أنه أكثر من السراء الذي وعدتكم فيه إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وكندا وأنا عم قلت لكم حاولوا جربوا جربوا بس هالمرة وشوفوا شلون الله لحيرضى عليكم ولحيغنيكم عن إسرائيل حيغنيكم عن أمريكا وكندا حيغنيكم عن بريطانيا حيغنيكم عن كل الأشرار هلي سرقوا أموالنا وحطوها بجيوبكم اتقوا الله الوصفة السحرية إذن لآن صارت من يدكم وهي ستدر عليكم يعني أموالا وسراءا وموارد أكثر بكذية بملايين مرات بما أعطاكم إياه عدوكم وعدونا اتقوا الله في أنفسكم أخوتي الأحب لا تنسوا أن تعملوا لايك وسبسكرايب حتى دائما يعني نجلب لكم المزيد من الخير والفائدة حتى تعم الفائدة والخير للجميع شكرا جدا لمتابعتكم ولحسن استماعكم وجزاكم الله خير ولا تنسونا من دعائكم لا تنسوا اللايب وسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله